الموضوع جد خطير يعني هناك قضايا جدها جد ومزحها جد الآن بعيدا عن الأسماء أنا لا أتكلم عن زيد أو عبيد نتكلم عن المبدأ يعلم الجميع أنه شخصية فوضوية كحال القدافي عندما يذهب له لا يمكن تصديق أن هذا الذهاب للشكوى من قياب الدموقراطية على سبيل المثال أنت لا تزور الرئاسة سويسرية أو سويدية أنت تذهب لنظام يده ملوثة بالدماء والمقابل الوحيد لدعم القذافي وليأموال القذافي أن تكون بلدك أو أرضك ملعبا جديد لملاعب الحروب الوكالة والحروب الأهلية هذا المتطلب الوحيد الذي يطلبه منك إما نظام القذافي أو نظامي البعث في دمشق وبغداد أو النظامين المؤدلجين في طهران وأنقرة وبالتالي ذهابك واستلامك للأموال أي أن كنت هذه القضية لا علاقة لها باختلاف الأراء ولا اختلاف ما يسمى بالاختلاف السياسي بين الليبراليين والمحافظين للقضية أكثر خطورة من ذلك إما أن نقبل بهذا النهج ونقبل بأن يذهب مواطن دولنا إلى دول تروم الشر بدولنا ودول جربت بالماضي وكل تدخل تقوم به وتقوم به أموالها يقصد من خلق ملاعب جديدة لحروب الوكالة وبالتالي سنسمح لبلداننا أن يحقق هذا الأمر بل أن أحد الأشرطة نسمع بها القذافي المقبور القذافي وهو يطلب تماما هذا الأمر يتكلم عن ضرورة خلق الفوضى في دولنا وبالتالي هل يمكن السكوت على هذا الأمر الذي يرقى إلى مسمى الخيانة العظمى ماذا تسمي من يروم دمار بلدك هل هناك له اسم آخر غير هذا القضية ليست عن مصادر التسريب ولا عن حتى هذا النظام قائم ولا يعني انتهى القضية المبدأ هل هناك بالفعل من ذهب وكان يروم لأجل السلطة والمال اللي هي عشق الخوانة عبر التاريخ لأجل السلطة والمال كان لا يمانع بخلق الفوضى في بلده كان لا يمانع بخلق ملعب جديد من ملاعب حروب الأهمية وحروب الوكالة على البلده بأن هناك مبررات طرحت من قبل الطرف الآخر يقولون بأنهم فقط كانوا يريدون أن يسمعوا القذافي ما يريدوا سمع هذه التسريحات سمعناها من حمد بن جاسم وحتى سمعناها من شخصيات ظهرت أسمائها أسمائها في تسريبات الأخيرة وأن الأمور قد انتهت واختفت وأن المؤامرة ليست مستمرة وأن كل ما حدث في الماضي وأن الأمور عادت إلى نصابها والناس تابوا سمع يعني أنا أتصور أن القضايا تتباين بين طرف وطرف هناك شخصيات رسمية قد يفرض عليها لقاء القذافي في مؤتمرات قمة في الجامعة العربية وقيرها إنما هناك شخصيات ذهبت يعني باختيارها وهؤلاء من نسألهم ماذا تريدون وماذا كنتم تتوقعون من القذافي أنت ذهبت له يعني بمحض إرادتك واستمعنا منك لشكوى عن الدموقراطية أو عن قياب الدموقراطية أو ما تدعي أنه قياب دموقراطية هل لنا أن نصدق بأن القذافي أصبح الأب الشرعي للدموقراطية في بلدنا ماذا كنت تريد من هذا ثم أن الأمر يختلف تماما استاذي الفاضل محمد عن أن يذهب فنان يعني أقصى ما يطلبه منه القذافي أو الأنظمة المؤدلجة كما ذكرنا في بغداد أو سوريا أو طهران أو أنقرة يعني أقصى ما يطلب من الفنان أن مثلا يعمل أغنية إنما هنا المطلب كبير ما الذي نتوقع أن يطلبه القذافي من سياسي أو إعلامي ثم علينا أن نتذكر استاذ محمد ما حدث للبنان اليوم شكوى مريرة من الرئيس اللبناني عن أن لبنان يمر بحقبة لم يمر بها عبر تاريخه هل لنا نسأل ما الذي أوصل لبنان إلى ذلك هي حروب الوكالة هي لجوء الساسة إلى أنظمة أخرى أنظمة ثورية أخرى يلجأوا لها ليحصدوا منها المال ثم بالمقابل تطلب منهم تلك الأنظمة أن يقوموا بتدمير أوطانهم هذا الأمر لا يمكن قض النظر عنه هل لا فمكلمك أن هناك من يقاول تحويل الكويت إلى ساحة صراع إقليمي كما حدث في لبنان كما حدث في العراق وفي دول عربية أخرى قطعا أنا أعتقد كل الدول العربية دون استثناء هناك من يريد لها أن تتحول إلى عراق والسوريا والصومال وقيرها آخر هذه حقيقة يعني مسلمة بل ما هو أكثر من ذلك يا سيدي الفاضل كل الحروب الأهلية بالعالم لم تتمتد بأكثر من سنتين ثلاث الحرب الأهلية الأمريكية ثلاث سنوات الحرب الإسبانية ثلاث سنوات الآن نرى ظاهرة غير مسبوقة بالتاريخ كل دولة عربية دخلت حرب أهلية لم تخرج منها دخلت الصومال ثلاثين سنة ولم تنتهي العراق عشرين سنة ولم تنتهي سوريا من عشر سنوات اليمن ليبيا فبالتالي إذا انتظرنا حتى يحدث هذا الأمر الخطير أنا أعتقد أن نكون قد تأخرنا تماما وهذه الحروب كان بإمكانها تمنع عبر منع بدايتها إنما لما انتظروا الإخوة بهذه الدول وهي دول حاضرة عربية ومن ثم نرى ما نرى فيها طيب من أجل مصلحة الكويت من أجل أمن بلدان الخليجية سؤال صريح هل هناك لوبي قطري تركي تحت غطاء إخواني في الكويت والله أنا لا أستطيع أن أشير بالأصبع إلا أن تكون لدي أدلة وقرائن وبالتالي أنا لا أتهم كما ذكرت لا أتهم أشخاص ولا أتهم دول إنما أتهم مبدأ أنا أعتقد أن هناك أنظمة ظهرت رقباتها شديدة العداء وشديدة الخطورة لدولنا وبالتالي على من قرر ومن خدع ونتكلم هنا عن الأتباع عن السدج من الشباب عليهم أن يبتعدوا عن هذا المسار لأن هذه الدول المجربة والمجرب لا يجرب هذه الدول التي تروم والأنظمة كالقذافي وصدام وما نراه هذه أنظمة تروم الفوضى وتروم الحروب الأهلية وبالتالي إذا استمعنا لها لن ننتهي إلا بما انتهت إليه دول الحاضرة العربية كالعراق وسوريا وقيرها وبالتالي الحذر الحذر نعم الخليج مستهلف وهذا الرفاه الموجود بالخليج مستهدف ودولنا مستهدفة وبالتالي أما أن نكون جادين بالتعامل مع هذه الظاهرة أو نرضى بالأعذار السادجة والسخيفة وأننا ما ذهبنا إلا لهذا الأمر أو ذات وهذا أمر قبل أن نقصد معك لابد أن أسرك هذا السؤال في تغريدتك قلت أو لمحت إلى خوف أحد كبار الإخوان من احتمال ظهور تسجيل صوتي له مع القذافي بعد أن ينقلبوا عليه من كنت تقصد بالتحديد والله الكلام يعني رسالة تصل إلى من أرسلت له وأنا لم أحدد توجه أو قيره أنما تكلمت عن ما هو معروف وبالتالي من يعني على رأسه بطحة ومن يعتقد أنه ذهب للتحريض وذهب للمال وذهب للاستماع لتعليمات استمعنا لها بنشر الفوضى ونشر الحروب الوكالة هذا الطرف فردا كان أو جماعة عليهم أن يعرفوا أن الرسالة وجهت لهم وعليهم أن يقيروا المسار فلا يعني لا مزح بهذا الأمر ترجمة نانسي قنقر شكرا